السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقية جدد بسعب معكم دايما ضرب عصب النظام الملالي النظام الإيراني حينما تريد أن تضعفه كان هناك مفاجأة كبيرة مخطط ثوار إيران لإسقاط النظام الإيراني ومواجهة الحرس الثوري بالعصيان المدني وضرب عصب النظام الملالي في الاقتصاد أيضا وفيه قادت قواته العسكريين في سستان وبلوشستان أخبار مهمة جدا عن من ظن أن الثورة قد خمدت ولكن الثورة اشتعلت وهناك قوة خفية تقود هذه الثورة أهلا بكم في حدث اليوم رجاء تفعيل الجرس باللون الأسود ويعمل إعجاب للحلقة لايك لو عجبكم محتوى عزيز ومشاهد الحقيقة أنه فيه ناس كتير جدا من المتابعين للشأن الإيراني ومتابعين للثورة الإيرانية اللي بقالها 80 يوم فيه ناس كتير جدا ظنت أن بريق الثورة قد اختفى أو ضعفت الثورة ولكن يبدو أن الثوار والشباب عازمون على اقتلاع النظام دوت فقاموا الثوار بعمل اسلوب جديد وتكتيج جديد ومخطط جديد ومن ضمن أهدافه وهو العصيان المدني العصيان المدني كانت أحد أساليب الثوار الإيرانيين والشباب الحقيقة أننا لما تيجي تتعمق في الأمر تجد أن هناك الثورة دي كلنا متفقين وتكلمنا على أنه مفيش قادة لها مفيش قادة للثورة دي مفيش حد مفيش شخصية بتقضهم لو كان في شخصية كان تم اعتقالها وزاق جباة في السجن أو قتلها عبل أرباسيج أو الحرس الثوري وكانت خلص النظام المليل منها وكانت سقطت الثورة دي لكن الحقيقة أن في قوة خفية هي اللي بتدعم الثورة دي أو بتخطط لها والأمر هنا ما يخرجش برة منشقين عن الحرس الثوري أو من الجيش أو أن في قيادات داخلية عايزة تجهز على الملالي فبتقود الشباب أو متواصلة مع الشباب الدليل على كده الأوقات الغريبة اللي بيخرج منها الثوار أما من ظن أن الثورة قد خمدت ولكن شيء غريب جدا حصل أنه تم تحديد فجأة ثلاثة أيام للثورة وبثورة ضخمة جدا بدأت من أمس واليوم وغدا يوم أربعة وخمسة ستة ديسمبر الحالي الحقيقة أنه اختيار الثلاثة أيام دول اختيار غريب جدا سر اختيار الثلاثة أيام وأيضا الأسلوب اللي بيتبعوه في الثورة الآن مختلف عن الأيام السابقة أو الأسابيع الماضية كلها ليه؟ لأنه المخطط الجديد وهو العصيان المدني والإضراب وغلق الأسواق المهمة الأسواق المهمة اللي هي مؤثرة على حياة المواطن وأيضا على اقتصاد البلد وعلى اقتصاديين البلد وعلى النظام الإيراني نفسه يعني على سبيل المثال بزار تهران مغلق وده اعتبر من أهم من مناطق الاقتصادية الحيوية التجارية في إيران وهو يعتبر العصب الاقتصادي للعاصمة هنا كل رجال أعمال إيران نفسهم موجودين يعني في بزار إيران يعني رجال أعمال إيران موجودين في البزار تهران يعني ده يعتبر ضرب الاقتصاد البلد الأسلوب الآخر التكتيك الآخر اللي اتبعوا الثوار ومن يقودهم في الخفاء هو اغتيال ضباط مهمين ورتب عسكرية رفيعة في محافظات بلوشستان وضابط كبير في البسيج هو قائد شرطة سستان أيضا وبلوشستان مسلحين باغتوا الضباط في سيارتهم وقاموا بإطلاق النار عليهم يبدو أن هناك من المسلحين من الثوار من يعلمون خط السير للقيادات الأمنية في هذه المحافظات وقاموا باغتيالهم هنا من يقوم بذلك هنا في قيادات للثوار تقوم بالتخلص من النظام الأمن التابع لإمالالي من ناحية تامية الاغتيالات التي يقوم بها متعاونين سريين مع الثوار ترهق الجهاز الأمني في الجلسات السرية والتسريبات التي حدثت تحدث قائد الشرطة في طهران والوزراء عن أنه تم إرهاق جميع أفراد الشرطة لعدم قدرتهم على المتابعة اليومية لأثوار غير قادرين استهداف قادة شرطيين بعد انتهاء من عملهم في أمام منازلهم تم استهدافهم اشتكى قادة الأمن من ذلك هناك طلبات من بعض القادة الأمنيين بالاستقالة أيضا تسريبات مهمة حصلت في الساعات القليلة الماضية تتحدث عن أن القادة الأمنيين يتحدثون عن أن الغضب بعض الضباط الأمنيين والأفراد الأمن من استخدام الأسلوب الدموي مع الثوار وأنهم بيستخدموا القمع الدموي يعني يقوموا بإطلاق النار عليهم أو فيوجد بعض الضباط أنهم بعد العودة من المهمة لموجة الثوار يتحدثون في الغرف المغلقة يتحدثون مع كبار القادة أن هذا الأسلوب لا ينفع من قتل الشعب يتكلموا مع بعض بيقولهم إحنا بنقتل ولدنا بنقتل أخواتنا إحنا بنحمي النظام لكن بنقتل أخواتنا ولدنا الأمور دي كلها تحدث انشقاق وفجوة داخل النظام يبقى الإغتيالات دي مش بترهق النظام بس هي بتغضي على النظام تمزق الداخلي ترتيب التلت يام للثورة اللي أنا اتكلمت عنهم الخامس والسادس والسبع من الرابع والخامس والسادس من ديسمبر الثوار ده مين بيقودهم قوة خفية هي اللي بتقودهم القوة دي هي بترتب لي اقتلاء النظام إجهاده وأن شر لابد من اختلاع النظام الملالي وأنه كمان من ضمن أدوات الثوار الجديدة اللي هي شل حركة الاقتصاد ضرب الاقتصاد اللي بيفكر بدوت بأسلوب جديد أيضا تجهيزات القناني اللي هي زجاجات المولوتوف بأعداد ضخمة لمواجهة سيارات الأمن في المحافظات وأحرقها بأعداد كبيرة مما استدعى أن القوات فرط من مواجهة الثوار يعني الأمور كتيرة جدا بتحصل هناك جريبة تحديد موعيد انطلاق الثوار من مناطق تجمع دي ما بتبقاش عفوية هناك من يقود هناك من يقود في الخفاء يبقى هنا في قيادات خفية في الداخل القيادات الخفية دي لا تخرج بر يعني عن أنه في قيادات من البسيج أو الحرس الثوري أو من الجيش هي اللي بتقود في الخفاء اللي زين انشقوا هم ممكن يكون هم بيقود الأمر ده ومن بدري ما فيش قيادات ظاهرة لكن في قيادات خفية وقوة خفية هي اللي بتقوم والقيادات دي نفذة جدا مع الثوار التظاهرات وضرب النظام واستنزاف قوته العسيان المدني ضرب الاقتصاد والاقتصاد هو عصب النظام الاقتصاد هو عصب النظام الرجال الأعمال اللي هم قريبين من النظام نفسه لما يتضرب يتعمل اضراب عام وانه لا يتم الفتح المحال والبزارات والأمر دي كلها بتضرب مفاصل النظام ضربة كبيرة جدا التركيز فيها والقوة الخفية كل الأدوات دي كلها هي مخطط جديد من الثوار لإسقاط النظام بعد ما النظام أرسل رسائل لتنازلات في الدستور تنازلات في الإصلاحات تنازلات في أمور كتيرة جدا حتى في الأقالين كل الأمور دي كلها الثوار لم ينتبوا إليها لم ينتبوا إليها إنهم شافوا إن الأمور دي كلها إن هي بتشغلهم عن الطريق الصحيح لإشعال النظام والتخلص منه في محطات المترو هناك في إيران المتظاهرين كانوا بيقولوا لن ينفع كل ما تفعلوه للنظام ولكن اقتلاع النظام هو سابنة إسقاط النظام هو سابنة يعني هم بيصدوا إن الرسالة اللي وصلت من التنازلات من النظام الملالي ومن إبراهيم رئيسهم كل الأمور دي كلها مش هتغيرهم عن اقتلاع النظام يبقى هدف الثوار ومخططهم من أدواتهم الجديدة لمحاولات لإسقاط النظام في الأخير هو الشارع والثوار هم اللي يثبتوها حتى لو كان فيه دعم يساري أمريكي لبقاء النظام في الأخير إن ما فيش نظام يبقى رغما عن الشعب اللي ثار عليه إن شاء الله نشوف إيران بتتغير وفتنة وشر إيران يتم قطعهم من الدول اللي احتلوها الأربع حفظ الله الوطن العربي والدول العربية استودعكم الله الذي لا تدع ودعه